مش هتكلم في اللي فات لكن هقول لحضراتكو المفروض ايه يحصل الفترة اللي جاية المفروض ان يكون في معايير محددة بيعلنها اتحاد الكورة لوظيفة انا بكلمك بكل امانة وظيفة دي وظيفة انت بتكلم بروفيشنال في واحد هيشتغل المدير الفني لمنتخب مصر مثلا المنتخب الاولومبي او منتخب الشباب والله الاتحاد الكورة بيحط معايير والمعايير دي بتتعلن وبيقدم يا جماعة اللي عنده هذه الامكانيات يكون متواجد في الاتحاد عشان نبدأ نتكلم معاه انا برضو ما بجيبش حاجة من عندي عشان ما يقولكش يا كابتن هاني بيتكلم كلام كبير لا انا ما بجيبش حاجة من عندي على مستوى منتخب بلجيكا بعد الخروج من كاس العالم ايه اللي حصل الاتحاد البلجيكي عمل اللي بقول لحضرتك علي ده قالك في وظيفة شاغرة في الاتحاد البلجيكي لمهنة مدير فني للمتخب البلجيكي الاول المصنف التاني على العالم ساعتها كان المصنف التاني عالميا مكلمش على ولاد لسه صغيرين ولا ناشئين ولا شباب المنتخب البلجيكي الاول عمل اللي بقول لحضرتك عليه ايه اتقدم بعض المدربين بعض الناس على مستوى اسماء كبيرة جدا ولكن المعايير راحت فين المعايير راحت فين المعايير راحت لمدير فني عنده 37 سنة مدير فني هو مدرب يحمل الجنسية الايطالية والجنسية الالمانية ومعها طبعا الكوتش لايسنز الويفا برو لايسنز وده مهم جدا البرو لايسنز ده اعلى فئة من الشهادة او الرخص التدريبية وكمان بيلعب بانهي طريقة يعني يا جماعة ما هو لازم يا ريت بس ترجعلي لان ده مهم جدا لما بتتكلم على وظيفة انت حطيت لها معايير بتبدأ الناس دي تتقدم بتقدم اكتر من عشرة اتناشر مدير فني للاتحاد البلجيك بيقعد مع كل واحد بيناقشوا بيشوف المعايير اللي عنده انا حطيت المعايير دي تنطبق عليه ولا لا نمرة واحد نمرة اتنين انت مشروعك ايه انت شغفك ايه انت طريقة تدريبك ايه انت التعامل معك ازاي ده طبعا طبعا دوت على صفحة طبعا ترانسفير ماركت ووجود البلجيكي طبعا المدير الفني البلجيكي الالماني الجنسية عنده 37 سنة وكان مع فريق لايبسيك الالماني يمكن الناس تقولك طب هو بطولاته ايه طب هو عمل ايه وتبدأ الحاجات اللي احنا ممكن جدا يكون لسه بعيد عنها اولا 37 سنة صغير هيمسك منتغب بلجيكا ويحد يقولك طب بطولاته ايه هو عمل ايه الراجل كان في لايبسيك وخد معهم كاس ألمانيا بس كده كابتن اه بس كده كابتن لكن هو البلان بتاعه ايه هو فكرو التدريب ايه هل ينطبق على الكرة البلجيكية عنده الجزئية دي بين طريقة اللاعب التعامل مع اللاعبين البلان اللي هو هيحطه هل البلان اللي هو حطه دوت لان انا وان رايح او هو رايح هو راجل عنده الكمبيوتر بتاعه بيطلع البروجيكتور بيطلع البروجيك بتاعه وهو عايز يشتغل ازاي هل المشروع ده ينطبق على المشروع بتاع الاتحاد البلجيكي بنسبة تسعين في المية اه الراجل دوت ياخد تسعة من عشرة اللي بعديه ياخد سبعة من عشرة اللي بعديه ستة من عشرة في النهاية هو دوت الاصلح في الوقت دوت الاصلح في الوقت ده لقيادة المنتخب البلجيكي هي الكرة بتدار كده يا جماعة يعني كرة القدم ما بقتش ما بقتش فهلوة يعني ما بقتش الامور لا ده حبيبي طب ايه رأيك في دوت طب بص عليه بس يمكن ينفع يمكن يمشي الكلام ده خلاص انت عصر القرى من زمان احنا لسه بعيد جدا عن اللي بتكلم عليه ده لكن انا بتكلم من هنا علشان اقول لحضراتكو الناس اللي بره دي شغالها من زمان بالشكل ده يعني من زمان بالشكل ده لو اتطبق دوت على منتخبات بلدنا هتحاول بقدر امكان ان تصلح المنظومة شوي انك يوقع عندك معايير اتحاد القرى بيحط هذه المعايير وتبدأ تشوف على الناس عندنا صدقوني عندنا مواهب كثيرة جدا من المدربين محتاجين فرصة ولكن قد ينقصهم بعض التدريبات لازم هو يأهل نفس الجزئية عنده لازم يبني نفسه مشروع لما اروح اتكلم مع اتحاد القرى انا مرشح للمنتخب الاولمبي فضل مشروعك ايه حضرتك كذا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة